مرحبا ازقائي لكم معكم نعمي قناة نيمو الفيديو تبعنا اليوم بيحكي عن الاحداث اللي صارت كل ياتا بفورتنايت وكل شي صار صور تشويقية لح اشرح لكم اياها واحدة بواحدة انا كنت منزل فيديوهات قبل بس هلا ان شاء الله لحجب لكم الفيديو السري يلي هو فعلا طلع فيه السكان اللي ظاهر امامكم هاد الوش اللي مشوش فكمل ما سوف يتم عرض فيديو الحقيقي لغ سفورتنايت على قناة نيمو حسن قعدوا شو بس فورتنايت اللي تجننه بتعمل missed chat انا حبيت أعمل ماكل هذا كان مألب حلو ان شاء الله تكون اكيدنا من هذه السمتعة انا نعم من قناة نيمو الفيديو اللي صارت عن ترتيب السلسل اللي صارت من الاحداث تبع فورتنايت وترتيب الصور واحدة بواحدة شو هنين وشو صار في فورتنايت ونحكي عن كل شي صار وكل شي اضافات لح تنضاف اذا انت اول مرة عندي بتشاهد الفيديو على القناة يعني تشترك فعلا در الجرس واذا انت مشترك عندي على القناة حط لايك وحط كومنت واذا ممشترك حط لايك وحط كومنت وشان بس لي على الفيديو يوصل لاكبر عدن الناس وتساعدوني وتدعموني ومشاهدة ممتعة ويلا مع بعض اول شي نبلش فيه اللي هي الصورة الاولى هاي الصورة الاولى نزلت من يومين اول شي كلاتنا بنعرف الاحداث اللي صارت نزلت هاي الصورة وكتبوا انه تم اعتراض الارسال بس ما في شي وكله مشفر هذا كله من على صفحات فورتنايت الرسمية بعد منا نزل صورة هنين مشان نبلش اول شي مع بعض صاروا ينزلوا صورتين او ثلاث صور كل يوم يعني اول مرة بصير معنا من السيزن ون تبع فورتنايت لهلأ اول مرة بصير هيك شي هنين شو كانوا عم يعملوا هنين عم يعملوا انه عم يشوقونا بس ما عم ينزلوا فيديو كامل عم ينزلوا متل صور متقطع ويحنا بنجمع مع بعض وبدنا يعني نتشوق مشان شو بده يصير ونفهم شو بده يصير بعد منا نزلت هاي الصورة الزاهرة امامكن شالوا اول شي من فوق الكلمات اللي كانت مشفرة كتبوا FNCH02S02 يعني فورتنايت شابتر 2 سيزن 2 هون ما حطوا شي جديد بهاي الصورة بس حطوا هادا الوش وقدامو بازل هاي البازل اللي احنا صرنا نجمعه ونقصه على الفوتوشوب جمعناها كله مع بعض طلع امامنا هاي الصورة هاي الصورة طلعت شبيهة لسكن اللي ظاهر امامكن هادا اللي سكن مرتبط احداثه كتير في لعبة فورتنايت بهذا الشابتر او بهذا السيزن يعني الدليل على هيك انه هادا نزل اله كزا صورة هو واقف جوات البناء وهلأ انتو بتعرفوا شو انا عم بحكي هو واقف جوات البناء وعمي يطلع على الشاشات لانه هادا كله شارحه بفيديوهات قديمة بعد هيك لحنا اسقصناها وحطيناها مع بعض طلع معنا هادا الصورة بعد منا نزلوا صورة تانية اللي هي ظاهرة امامكن هاي استنتجنا منا كتير شغلات شالوا كلمة حطوا مكان المصدر شالوا تشفيرة يعني وحطوا مكان المصدر هاي استنتجنا منا كزا شغلة بس فيه شغلة قبل ما نحكي في تحت هدول المسلسات هدول عبارة عن الغاز ماذا بدي لكم يعني هلا هنن عم نزلوا لغز 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 نزلوا اول كم لغز يعني هنن اربع خمس صور بعدين المسلسات كلها سود متل مملاحظين بس فيه مسلس ابيض ليش هادا المسلس الابيض عبارة عن اول لغز اللي احنا بدنا نجمعه نستنتج منه بعدين هلا هنن عم نزلوا مسلس مسلس وهلا بتفهم شو معنات هاي المسلس خليكم بس وتابعوا الموضوع نزلوا هاي الصورة هاي الصورة استنتجنا منا اشياء كتير استنتجنا منا انه اللي زاهرة امامكم وفيه رعد وفيه هرام ممكن نشوف اهرامات بلعبة فورتنايت بالسيزون الثاني وفيه اللي تحت استنتجنا منا انه فيه يخت كبير قادم لللعبة هل هو اللي نقدر اللي نتحرك فيه او هل هو يقادمين فيه الناس الذين يدخلون على فورتنايت يغيرون القصة او ينهي القصة لحد الآن هذا القارب مو معروف اذا بنتنقل فيه او بده يجي فيه الناس ومثل من مشايفين هذا اللوغو هذا اللوغو تبع جماعة الايجو هدول الجماعة اللي هنالستائلات التانية تبعات السيزون هاد اللي هنالم متل ما اتفقنا انه هنالجماعة الاشرار وحتكون القصة هايه تبع هذا السيزون بين شخصيتين او بين حزبين او بين مجموعتين يعني ويلي هي الكويسين والوحشين Start the right area نزلت صور تانية بس هنالجنا بوضوح تتحركوا هاي الصورة بوضوح وحطوا هذا المشو الي ان احنا جمعناه ولنhadow Mandal conten scheint انه هو هذا الوش جمعنا الوجي وطلع هذا المشو فهو لنBefore الليل المشو أصبح تحركidać هذه الصوره فيها كتير اشياء كثيرا هيرجزوا فيها اكتر شي هاي الصورة نزلت مكتوب 22-2020 يعني موعد السيزون ما في شي جديد بس نزل صور صغيرة مثل مو شايفين بهدول الكريستالات المكسورة نزل فيها نفس اللوغو معاته هاد الشي بيحدد انه هاد اللوغو له كتير شغل بهذا السيزون و اي شي بيتواجد عليه هاد اللوغو له شغل كتير و عم لح يعمل معنا شغل كبير مثل مو شايفين يعني بعد ما استنتجنا من هاد الموضوع انه هاد الوش هاد الوش انه مثل ما شايفينه حاطين انه اول لغز عند هاد المسلس لما احنا عدلنا الصورة لقائنا صورة الجزيرة اللي هي بوسط الماب معدلة موجود حرف الهوليكابتر هاد الشي بيدل على انه ممكن ينزل طائرات هوليكابتر للتنقل و بيدلك اللي هي يعني تغيير هاي الجزيرة كلا ياتا لح تنشال هاد البيت اللي عم يتحول عدهبي ممكن تدريجيا هو عم يتحول لدهبي مشان هاي الشخصية قادمة لهاي اللعبة او لهذا المكان فهاي الشخصية لح تكون انه مثل بيك بوس او الرئيس اللي كبير تبع القصة تبعنا مشان هيك عم يستبدله كل شي لدهبي تقدما انه هو جاي مثل مو شايفين عدلنا الصورة شلنا الالوان احنا استنتجنا رح يغيروا هاي المنطقة ويحطوا هاد البيت اللي ظاهر امامكم مثل فيلا طابقين دورين كبار وشغلة فخمة شكل الشي شخصية كبيرة باللعبة شوفوا شلون لح يكون شكل المكان بس تقريبيا يعني مو اكيد مثل مو شايفين فوق فيه كمان هيك مثل خريطة او مثل ابو هاد الشي بيدل على شغلتين ياما بدل على انه ينفتح هذا الابو تبع الهايدرال اللي احنا حكينا عليه انه موجود داخل هذا الاسكن ياما سينزل بهاي المنطقة اللي هي ظاهر امامكم على الماب سيحطوها ومثل مو شايفين هون في مربع صغير هذا المربع قالوا عليه انه سيكون حقل نفطي لانه بعد مننا نزلوا صورة تانية اللي هي سيكون فيها حقل نفطي تبع الديناميت هاي سيكون وراها فيها حقل نفطي عدلنا الصورة كمان وشفنا انه فيها حقل نفطي اللي حينحط به المنطقة فهو مو معروف هل يحينحط هون او معناته انه لحينفتح القبو متل مو شايفين بقى تحت صار المسلس لونه ابيض الثاني هداك كان 95 بالمية اخر صورة بعد مننا الصورة اللي بعدها راحت ال95 وحطوا على المسلس الثاني نقطة بيضة فهذا معناته انه لحنا دخلنا احجية جديدة نزلوا هاي الصورة ومشفروا كل شي وحطوا كل شي قديم كاتبينه بكل الصور حطوها بهاي الصورة ومشفرين اشياء بعد مننا نزلوا صورة تانية اللي هي انبوبة غاز مو معروفة شو معناته هاي لحد الان ما احد يعرف شي بشالوا تشفيرة واحدة اللي هي سري للغاية كمان ما في شي جديد ما في غير هاي انبوبة الغاز بس هدا اللي منطور هات شكله اللوغو تبع جماعة الايغو وهذا اللوغو تبع جماعة الناس اللي منيحة اللي هي اللي كويسي فهي الصورة مو مفهومة لحد الان وما عليها اي تعديل احنا يعني ما شفنا عليها اي تعديل او اي شي بديل على انه ممكن هاي الصورة نستفاد منها غير لتنزل الصور يلي بعدها بس ايك اللي احنا منكون جمعنا كل شي عنا صور لحد الان هاي الصور كلا ياتا وشرحتهم كلا ياتا بالتفصيل ولي في فيديوهات قديمة عم بشرح فيي الصور منفصلين ثلت صور بثلت صور تقريبا اذا انت بدك تشوف القصص متقطعة شوف الفيديوهات القديمة عندي اذا حالة بتشوفها كلها متواصلة مع بعض والاستنتاج الاخير اللي استنتجناه من اللعبة فهدا المقطع مفيد ليلة ويا ريت اذا انت اول مرة عندي تشاهد الفيديو على القناة تشترك على القناة تفعل زر الجرس وحط لايك للفيديو اللي يوصل لاكبر عدد من الناسيك بتكون دعمتني عالشغل اللي انا اشتغلته ونزلته الفيديو هاد وشكرا انكم عن المشاهد اذا كملت المقطع الاخر ولا تمنسوا القفوة اللي انا عامله على قناتي شايت كمان عالفيديو وشكرا عن المشاهدة وبرعاية الله